أقول بقى على العلاقة الخاصة الفريدة اللي بتربطك بالفنانة الشدي أنت بتحبيها لدرجة أنت عملت الأفلام المهمة بتاعتها قاعدتها مرة تانية أولا ما كنتش خايفة من المقارنة وهي كانت بتشجعك على ده يعني دي روحها كمان حلوة وإعلاقتك المستمرة طول الوقت بيها لحد دلوقتي وروح تستلمتي الجايزة نيابة عنها احكي لنا على الشكل وتطور العلاقة الفريدة اللي بينك وبينها بوسي هي جت ابتدت لما عملت المرأة المجهولة باسم ضع العمر يا ولدي كنتش بتخفي من المقارنة بينك وبين شادية ما أنا كنت بكحة فقا ما أنا قلتلك بكحة أعملت أيها بس كوني أن أنا شبه حد ده مش معناه أن أنا أعمل الصوت أو أعمل الصورة بتاعته أو أعمل دور مهم هو عمله إلا إذا كانت عندي جسارة قوية جدا يعني لأ ما أنا هقولك أنا مع أني إيه أنا يعني عملت الفيلم ده وهي كان أهم فيلم بالنسبة للمرأة المجهولة اللي اتنقلت فيه نقلة تانية كفنانة كممثلة بقى جامدة بالضبط يعني زي ما تقولي ده كان تحدي عملت الفيلم الأول بعدين قابلتيها ولا حبيتي تقابليها؟ ألا أعملت الفيلم وبعدين قابلتها بقى في عيد الفن وهي كانت حضرة لما كنت أنا باخد الجايزة عن وضع العمر يا ورد عن الفيلم ده من أنا ورسادات الله يا رحمه يا حبيبي كان قابليها بسنة بقى كان هو بيحب يشوف يجيبوله الأفلام في البيت قبل ما يتنزل السوق لأنه كان غاوي سينما فهو الظاهر كان شاف الفيلم ده ففي عيد الفن اللي مش اللي أخدت فيك جايزة اللي قابليه هو لقيت يعني حد مهم جالي في الصلاة وأنا قاعدة كده جنب محمود أم قال لي إيه الرايس عايزك مادام شهيرة في البنوار اللي هنا أنا قلت إيه يا ربي وأنا عملت إيه الرايس عايزني ليه فمحمود قال لي قوم يقوم المهم روحت وسلمت عليه وكانت مادام جهان موجودة وسلمت عليه ومبعين لقيته هو بيقول لي إيه برافو عليك يا شهيرة أنت عاملة ضر رائع في ضع العمر أنا أستخربت أنا مش هقوله شفته إزاي ده ما نزلش إسكت قلتولي شكرا يا ريس ربنا يخليكم بتاع مش عارف إيه ومشيت فرحانة طبعا جدا السنة بقى اللي بعديها أخدتي أخدتي جايزة لما أخدت جايزة هو بقى وهو بيسلم علي قال لي مش قلتلك يا شهيرة أنك عاملة دور ممتاز هو بقى كل مصر قالت لي رايس كار بيقولت ليه رايس كار بتكلمك قال له مالكوش دعوة